أعطيكم العافي شباب اليوم هنبدأ في درس جديد في مادة البتولوجي الـ Gastrointestinal System أول شي بنبارك لكل الطلاب اللي اجتازوا اختبار الطص في الفترة القريبة ونتمنى للطلاب اللي ما حالفهم الحظ انه في الطص الجاي في شهر شباط ان شاء الله انه يتوفقوا في الامتحان القادم طبعا الـ Gastrointestinal System هنبدأ في الفم أول شي هون بحاول وصل لمعلومة تسلسل هنبدأ في أول عضو أو جهاز أو جزء مكون للجهاز الهضمي اللي هو الأورال كافيتا يعني الفم فوهة الفم بحكيلي انه كمادة البتولوجي في الامراض اللي بتصيب الفم أول شي الأورال أفتوز انسالة هون المعلومة اللي بدنا نعرفها انه أارل أول ما يجيلي في الاختبار يحكيلي أارل أصده أارل بيرلازيون أفتوز أورال أفتوز جنال ده باهتشت هستلن نقرول لنار المرض الثاني هيرباتيكستوماتيد طبعا في بيصيبنا كتير يعني لازيون أور أمراض في الفم من أهم الأمراض هاي الهيرباتيكستوماتيد الهيرباتيكستوماتيد كلنا بنعرف انه جنب الشفة بيصيبنا احيانا جروح جروح بمحاذات الشفاة هاي هي تيبيك للهيرباتيكستوماتيد مرض فيروسي مكون أو مسبب هو الهيرباتيكستوماتيد طبعا شو خاصية في الباتولوجي في الاختبار إذا بدو يحكيلي شو التست المستخدم تزناك تسته طب شو أنا هشوف في الصفة هاي تحت الميكروسكوب هشوف انترا نيكليار اوزنو فيلك انكليزيون لغا وهشوف مولتي انكولاسيون هاي معلومة مهمة وانسألت قبل هيك فأنا بتوقع انسأل أورال كانديادز مرض فطري بتسببه الكانديدا لا الأشخاص اللي عندهم المناعة ضعيفة الأشخاص اللي عندهم مرض السكر الأشخاص اللي عندهم أورام سرطنية الأشخاص اللي عندهم فقر دمى والأشخاص اللي مستخدموا الاسترويدات طبعا يعني الفطريات هي كائنات ضعيفة جدا يعني بتسبب أمراض فقط عند اللي عندهم نقص مناعة طبعا لورال كانديازز اللي هي المسببه الكانديدا بالذات في مرضى اليدز مرضى اليدز هم من أهم شريحة بصيبهم لورال كانديازز ك bakınسarة ذمك في مرضى اليدزيب الهومين يسمى اليدزيب الهومين ترجمة نانسي قليلاً في القراطس لكوبلاكي. طبعاً ما نشوف. بيز. إي سنرل. مكروسكوبية. كما ترجمة نانسي قليلاً في القراطس. يعني ممكن تكون حميدة وممكن تكون حميدة. يعني مالين دا olabilir. بنيين دا olabilir. ان شوك دوداك ودل دا بلنور. هاي مالو منسال ديبليك. ممكن سيقواموز سي جي جي. اللي هو الكانسر لسيقواموز دوكو. السي جي جي. تمام السي جي جي. ممكن يتكون أو يتطور من اللوكوبلاكي. هاي معلومة مهمة. تولو لوكوبلاكي. هاي اللوكوبلاكي. شو وين؟ وديتعرف لكلمتين. أم مرضى الإيدز. المعلومة التاني الإي بي بي. إي بي بي ليش كلي. طب التولو لوكوبلاكي. ما بتطور منو الكنسر. هاي معلومة مهمة. الريتروبلاتي كرمز بير لزيون. هاي المعلومة لحالها. بتخلينا ممكن أحل السؤال. طب ممكن برضو يتكون منها الكانسر السي جي جي. هاي برضو معلومة. بتستحق إنه نعرفها. وراء الكبيدة كانسر. هاي إنساء اللي تكتير في الطص. إنه السرطانات الفم. أو السرطانات الفموية. إنسك سي كواموس. هاي معلومة لحالها. بتخلينا حل السؤال في الامتحان. أكثر كانسر شيوعا في الفم. هو السي جي جي. سي كواموس الجري. إنسك ألطو داكتا. بي لترأل. تكرك بيز لري كانسر لري. نبدأ في الباشلك التاني. أو الأنوان التاني. بيقول لي إنه الغدد اللعبية في الجسم. زي ما كنا بنعرف إنه الغدد اللعبية باروتيس. وعندي ماندي بولار. وعندي الغدد المانتال. طبعا بيقول لي التهابات الغدد. أو التهابات مصافي أو مشاري الغدد. اللي سيالو أدنيت. برضو سيالو أدنيت. تكرك بيزة التهاينة. سيالو أدنيت إنسك بي. كابا كلتا. وصورة الأنوان. سيالو لتيازس. إنسك مدينة بولا حيو이에요. سيالو لتيازس ما握態. نسيالو لتيازس يعني. يقوم في حظة أو تُقِنّك لغة. تش يعني. تشحوي في clownات الغدد اللعبية. أكثر مسبب أو عفوا اكثر مكاني الشرق. من شفيت تاشلال الهو الماندبولار بيس تكيرق بيس توموري انسق بروتيستان چكارلار وونلار انشاء بنيندر خالص هاي المعلومات حالا بتكفي السرطانات اللي في الغدال اللعبية اغلبها حميد و اكتر شعط البروتيس هاي المعلومات كلها كل سطر فيها مهم المعلوم هو بروتيس انسق تومور بل منفور مكادنوم اكيجي انسق لكتا وارتن بروتيس انسق ملين مكو ابيدارمويد تفاقنا منور تكربيز لرن انسق ملين تمرو ادينويد كستيك كارسينوطر نيجو نخدهم واحد واحدو منسألو فكولتوس قطعن واحد منسألو فكولتوس اوشي البلليومورفيك ادينوم مدك تعرف انو المعلوم الولو انو وانين خلصنا انسق هاي المعلومتين بكفو ممكن ما اسألك معلومو وحدا عن الکانسر هذا ممكن يقول لك بليومورفيك ادينوم كارسينوم لا pardon كارسينوم ليل لانو مش ملين الكارسكيل مت كارسينوم استخدام في الملين لكن ادينوم في البنين بليومورفيك ادينوم لايجل اكثر من الكارسين الملين آخوا في ملين وحدا عن النارنم اشي تاني ممكن يقول لي متغير يعني متشكل دو اشكال مختلفة عشان هيك تقلي من المزنكيمال يعني بوخد متكون من نوعين من الانسج المزنكيمال كلينك تابقوا لي يصنر للسارة آرسز وموبيل انسك متستاذ لانف نوت لنا خلصنا هذا من اشي السرطانات الحميدة او العورام الحميدة في الجسم في الغداد اللعبية ونسأل كتير في الطس وحابب انا نكون تعرفوا كل شيء عنه بارتم تمرو او اسمه التاني اللي احيانا نحكيش لك بارتم وكيقولك بابيلاك لانفو ماتوزم لك تعرف حاجة واحدة ومهمة جدا وتكون كلمة مفتحية في السؤال صغراء اللعبية او العورام الحميدة الصغراء على الاستقيمة موقع كل شيء من افكره زمنى اولم ومهجران الصغراء بازله على الهجرة وفعب الناس صغراء قدرة يمتعلن وحاببات 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 أنواع الكانسر اللي بكون على جهتين طبعا قلنا متعلق بالمدخنين الشغلة التانية أنه على الجهتين زائد أنه ممكن يتطور ملتومة من بارتون الملتومة هي نوع من أنواع كانسرات الغداد اللينفاوية هذه المعلومة رجاء أنه نعرفها طي نيجي للموكو إبدارمويد كارسينوم الموكو إبدارمويد كارسينوم هو إنسك ملين إنسك ملين هاي المعلومة الأولى بقول لي موتومور هم أدينو كارسينوم وهم سكواموس يعني نوعين الخلايا متكون موكو إبدارمويد موكو أدينو إبدارمويد سكواموس عشان هيك سمو موكو إبدارمويد يعني لو أنا فاحصه تحت الميكروسكوب هلاقي انه بتكون من نوعين من العنسجة مختلفين سيكواموس دوكو عدينو دوكو طبعا المعلومة التانية اللي لازم اعرفها انه رادياسيونة بعضة يعني مريض لامفومة بدخل على الاشعاع كل فترة لقيت فيه كتلة افتمو على طول هيش عبالي الموكوب ايبودرمويد كارسونوم الجين تابعه مهم 11-19 عدينو ويت كستك كارسونوم في الاندى معنومة مهمة جدا في الانسجرات هاو تاريو مهمشب صرا منور تükرük تükرük بازلين انسق جمعه دور زايد پرنورال انوازيون هايل معنومة حالة بتكفي بعمل انتشار انتريق الاساب اللي هو الادينو كستك نيجل الوزفاغوس هاستالك اللي هو الوزفاغوس نمشي تدريجيا حاليا تسلسليا بدنا في الفم نحن ننجي للمريء وهننزل لشوي شوي الوزفاغوس الوزفاغوس زي ما كنا منعرف انو المريء باللغة العربية مو كزالواب وحلقة لار هي عندنا هون حلقة مهمة جدا قال لي غاسترو الوزفاغوس تفقنا فرنجو وزفاغيال اللي بين البلعوم والمريء لو انا لقيت انو في ضيقاق زي الخاتم رينجز لقيت في ضيقاق في البلشكة هاي بسميها شاتسكي لو لقيت انا في المنطقة العلوية بسميها ويب تمام نمشي بسرعة اكلازيا بدي بس تعرفلي لانو الاكلازيا هتنمشي معكو في القناجة الراحة هتنمشي معكو في الداهرية عشانيك انا هون هحكي شو يعني الاكلازيا الاكلازيا هو عبارة عن صعوبة الحضن يعني المريء في الوضع الطبيعي حركات المريء لا ارادية يعني الكسلمة الانقباض والانبساط في المريء لانو بنعرف انو المريء عضلات عشان يمشي للاكل للمعدة هي خلل في عضلات المريء الاكلازيا طب شو اهم العضلات اللي هو بقول انو اللي بشاغل العضلات هاي هو عبارة عن خلايا عصبية بليكسوس هو في بكون في خلل اذا في خلل في بليكسوس هاد فيكون عندي صعوبة في الحضن والعضلات اللي هون ما بتمشي الاكل عشان هيك بصير عندي عودينو يعني صعوبة الهضن طبعا زائد انو لما يكون في صعوبة في حركة المريء في عندنا ها ممارس بسم السفنكتار يعني زي مجرة السفنكتار اللي هون لما تيجي يوصل الاكل لمدخل المعدة السفنكتار بصير فيه انبساط فبفتح بتفتح البواب وبدخل الاكل للمعدة لو السفنكتار اللي هو اللي ربارة عن الجهاز اللي مربط بين الوزافاقوس والميدة ما انبسط الاكل ما مش هيدخل هيضل فيه ضيقاق في المجرى بين الوزافاقوس والمعدة فلو فيه مشكلة في السفنكتار برضو يصير عنده صعوبة في الهضن فعشان هيك البرمار اكلازيا بقول لي انه صار فيه خلال فليبليكسوس تمام صار فيه عندي خلال فليبليكسوس بتبع الوزافاقوس والاكل ما تفرغ للمعدة السكون دارولاراك بقول لي فيه عندي جرثومة اسمها تيبانوزومة كروزي هاي لو صابت الجسم بتصيب المريء وبتتلف الخلال العصبية اللي بتشغل عضلات المريء بتسميه المرض شاقس برضو مهم جدا بدي عرف الابريمار وبدي عرف السكوندر اوزافاق جيت التهاب المريء اوزافاق جيت اكتر شي بسببه الريفلو الريفلو الحزاز باللغة العربية انه بظال عندي ميت المعدة بتطلع لل عندي بكون فيه خلال في السفنكتار برضو فميت المعدة الحارقة اللي هي الاسيتيل كلورور بطلع لي على المريء وبحرق المريء ممكن مع الوقت تسهب باللتاع في المريء ريفلو اوزافاق جيت حكينا برضو نفس الفكرة بارة اوزافاق جيت لو استمر الريفلو هذا سنين ممكن يحول لي الخرايا المريء لخلايا اخرى اللي هو منسميه يعني مع الوقت ممكن يصير كانسر لكن البرات وزافاق جيت خلايا المريء في الوضع الطبيعي سيكواموس لو الخلايا هاي تحولت من سيكواموس تمام تحولت من سيكواموس لجوبلت وكلومنار خلايا امعاء هذا احل حالو بسميها بارة في الوضع الطبيعي خلايا الامعاء تمام كلومنار خلايا المريء سيكواموس لكن في بارات هستاليندا خلايا المريء بتسيزي خلايا الامعاء كلومنار وزافاق جيت انكسين بلقصومة تبلاز كلومنار اللي يوم لو في معلومه هون بديش عدي عنها بقول لي بارات وزافاق جيت انكسين بلقصومة تبلاز كلومنار موكوزار ابيتاليا جوبلت يجرن بلوم مصر جوبلت في الامعاء خلايا مخصصة في الامعاء بتكون موجودة لو شوفت انا خلايا جوبلت في الوضع فاقص على طول بس بحط تشخيص المرض بارات وزافاقص تمولر انسكبانين ليوم يوم لار هاي برضو معلومة ممكن تكون سؤال في يوم الايام في الامتحان لانو بسألوا بالاشياء هاي لانو اسئلة الطول زي ما كنا بنعرف ثلاث مستوات النوع الاول اسئلة سهلة ومباشرة ممكن يقول لي انسك وزافاقصون انسك بنين تمرو على طول بخبط بحط لي او بي جي بحط لي يوم يوم لار بحوط و بامشي المستوى الثاني اسئلة متوسطة الصعوبة المستوى الثالث اسئلة صعبة عشان هيك احنا ما بدنا نضيع الاسئلة السهلة بدت تكون كلها في المتناول الاسئلة المتوسطة احنا نساعدكو فيها عن طريق الشرح الاسئلة الصعبة هي هتكون مجهود منكو زائد نجي للمارين تمرلر في الاوزافاقص المارين تمرلر يا جماعة اشهر او اكتر شيوع في الاوزافاقص السيكواموس السي جي جي ليش السي جي جي لانو اصلا خلايا المريئة يا جماعة الخير هي نوعها خلايا سيكواموس تمام خلايا سيكواموز هجرال عشان هيك الانسق كانسر سيكواموز هجرالي كانسر اسمها مسمى زي ما منقول وزفا قستمون ان انسق تكشير عرطة بيربلوج هاي معلومة برضو تستحق انه نعرفها طيب كيف شكله بكون بقول لي تحت الميكروسكوب المعلومة الاولى polypod طيب وقول لي فيه هنا مرض اسمه تيلوزيس مسبب لي لو انصاب الاوزافاقوس بالتيلوزيس ممكن مع مرور الوقت مئة بالمية الكانسر الاوزافاقوس كانسر قليشر التيلوزيس مسبب لي سي جي جي فيه عند خسارة ثانية انه بعد العمر الخمسين عند الزنقين لمفاتيكلا ماذا نيلة يا يلر المرية جماعة في نص الجسم على الجهتين فيه عند رئتين على الشمال وفي القلب فوق فيه الفم تحته فيه المعدة والكبد عشان هيك الاوزافاقوس الكنسر الاوزافاقوس لو صاب الانسان من اخطر انواع الكانسر ممكن ينتشر بسرعة ممكن يسبب الوفاء في وقت قصير جدا ادينو كارسينوم بارت زمين اندقاليش البارت قلنا شو معنى بارت لو انصاب الانسان بارت ممكن مع الوقت يتحول ويتطور لكانسر اي كانسر سي جي جي حير ادينو كانسر هاي معلومة مهمة جدا ادينو كانسر بتطور من السي جي جي بارت ادينو كارسر بتطور من المارت من انساش الريفلو بسبب لي سي جي جي بدك تعرف هاي المعلومتين لانا متكررين دائما الريفلو بسبب لي سي جي جي بارت بارت يا جماعة الخير بسبب لي بارت بسبب لي بارت بسبب لي الادينو كانسر الريفلو بسبب لي سي جي جي حير معلومتين مش لازم قولنا بدك تعرف الفروقات سي جي جي قولنا 1.3 وين üst قسم ادينو كارسر 1.3 alt قسم يعني listان حير معلومات بتكفي نيجل الماعدة شماعة الخير الماعدة من اهم عناصر الجهاز الهضمي ومن اشياء واكتر الامراض اللي بتصيب الجهاز الهضمي التهاب الماعدة مش عارف كانسر في الماعدة هاي حاجات كتير بتتكرر في حياتنا اليومية عشان هيك لازم نعرف كل حرف عن الماعدة هصر قصريت التهاب الماعدة الأكوت وكرونيك الأكوت بقول لي إذا استخدمت المسكنات بشكل كبير ممكن انت تصاب بالأكوت الكرونيك طبعا هاي معلومات هتيجي معكم في الظاهلية وهتمر عليكم في القناة الجراحة عشان هيك في البطولوجيا مش هشرا عنها كتير الكرونيك بقول لي من أكتر لسباب شيوعا هي أنسق سبب هليكوباكتر بيلوريدر بقول لي عندي وقفنا عند تيب بير كرونيك غاستريت أصر قلنا الكرونيك غاستريت بنقسم لنوعين يا جماعة النوع الأول اللي هو تيب بير و تيب إيكا بتعرف الفروقات بين كل نوع على حذى لأنه بنسأل دائما في الطص التيب بير المعلوم الأولى بدأت عرفها عن تيب بير أنه ناصي جليشير بقول لي إنه بيتكوون أنتقور بحجم الخلايا اللي في الپريتال هجرال سالدرر ميدده الپريتال هجرال سالدرر و كرونيك غستريت oluşور پرنيوز أنمي بحجم الپريتال هجرال الپريتال هجرال انترانسك انفاقر يميلا ميلا ميلا بيونيك يميلا 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 هذه المعلومات مهمة جدا تيبيكي يا جماعة تيبيكي زيكون عمنا رفا يكون مرتبط في الهليكوب أكتر pylori أكتر شي filantrum تيبيكي يميلا يميلا هجرال 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 من المعلومات يجب أن ترى نتروفيل و يجب أن ترى هجرال تمام الامراض التي تسببها هجرال في الهجرال يجب أن نعاف أولا كونسر 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 بلنفومة انسق يبطي لنفومة مالتومة طيب هون الفروقات بين الأكوت والكورونيك كاستريت الفرق الأول المسبب الرئيسي للأكوت النسايد اللي هي النونستيرويد المسكنات النونستيرويدية اللاستيرويدية المسبب للكورونيك الكورونيك إنفكسيون اللي كان على هجرال الكوباكتر pylori عشر أول كونسر عشر 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 المسبب المتر رادياسيون غاستروكتومي ريفلو غاستروكتومي غرانولوماتوس غاسترقلر طيب نيجي هون للغاستيكولسار زي ما كنا بنعرف قرحة في المعدة قرحة المعدة الكل بيعرف شو معناها ويعني لانه اغلبنا في عنده قرحة في المعدة بقول لي هون الحصار سبمكوز آحصار són من حى المعلومة مهمة في سبمكوز آحصار ان از سبمكوز آحصار lance conception الآزمうわحصار غاسترقلر تحين وهي معنات في المعدة في المعدة بالمنطد والقرب القرحة اغلبنات غادthestric آ simples ترجم الناس چهك Technology يوزيال وسبموكوزية قدر ملينة لا يوجد لا يوجد أكودغاسترق لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد ايطوليك فكتور و سبسيس شوك لا يوجد لا يوجد اغرى يوجد لا يوجد خارة 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 جميع ازلا على من وزوجة في قصة خارة خارة خارات عن المفاق خارة 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 من وزوجة وفيفيفية بالجمع فيطر فيه ولا أفاق وغيال باللئ مرحبت كبير أعلمت أنت في معلومي إن ما أبقى النار أنت في معلومي أنت في معلومي أحبت كبير مرحبت كبير نظر مالتمو الالسار جرلدو ان اشري غاستريت اراتي من جرلدو بانكرياتيك تمر غاسترينوما لو انا عندي اكتر من الالسار في المعدة وفي عندي غاسترين فحصتو في الدم و لقيت نسبة الغاسترين في الدم و ارتفع بدي اشق في الغاسترينوما بالزات اسم المرض بسبب الغاسترينوما زوليقار إليسون ساندروم فبتكو نسال نستروبولوجيك هاي معنو مهم جدا نوتروفيل لانو اكوت جرانلسيون دو كسولو شمشولور بفبروز دا ولا بيدر هيبرتروفيك غاستروباتي شو يعني يعني انو المعدة بقولي في الوضع الطبيعي المكوزة بتكون شكلها الطبيعي لمن يكون في هيبرتروفيك غاستروباتي ويكون عندي انا كلنلاشمة في المكوزة تبعة المعدة النوع او التيب الأول الهيبرتروفيك غاستروباتي اللي هو مينيترير حصطل الشريتي جيفيه هاي معنو مهمة اللي هي كلنلاشمة في الغدد في طبقة المكوزة تبعة المعدة الكلان دونا هي اتروفي اصيد صل بصاصدر لانو عندي صار في عندي اتروفي تقلص في الغدد و كبلاشمة في المكوزة زي ما حكينا بروتين كايبيتران لانو ما بيصير عندي افراز للأسيد يا جماعة لما ما يصيرش افراز للأسيد فبيصير انا عندي خلل بيصير عندي انا خلل في حضم البروتينات لانو البروتينات تنحضم أو تتفكك في المعدة زي ما كولنا منعرف مكروسكوبك بولغولار في المنترير مقل لي بروتين كايبيتران انتروباتي لك النوع التاني هكبرتروفك هكبرسكراتوار غستراباتي أسيد صلغسي أزالر زي ما كولنا منعرف أشري غسترين سكرسيونة تاكبين ازلنان غسترق لانتبر 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 زوليگر إلسون سندروم ندن لغسترينوما وهي المعلوم حكي تفوك زوليگر سندروم غسترينوما أشري أسيد صلغسي ميدة منن مثل من ميدة هذا معلوم سهلات عشرات المرات رجاء نعرف العمي النوع البوليب على المعرف اص observ عدينوما والس البوليب بنعرف بالر Egg جيونل البوليب ترحز كانت أصلاق supported يجب أن ينصق من ذلك الانفراماتوار ما هي خصائص؟ البوليبلر يا جماعة عندي أنا المعدة بتكون بالشكل هذا تمام المعدة بتكون بالشكل هذا بلاقي أنا زي الفطر إبراس البوليبلر بهذا الشكل يعني هي تمر كتلة ورم لكن شكلو tipik يعني مختلف إلو شكل خاص مميز عشان يتسمى منها بوليب براس بقول السندروم لر اللي بكون فيها بوليبلر السندروم القولة اللي هي الفاب الفamilyال أديوماتوز بوليبوزيس Gardner وPots-Shayer سندرومو جوني البوليبوزيس كولي سندرومو اللي يوم يوم سندروم 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 لكن سندروم سندروم اللي يوم يوم تمام يا جماعة ميدا ميدا كانسر انسك كتب كروتار دا انتي بوليبوزيس بوليبوزيس بقول أكثر مكان تتواجد فيه كانسر الأورام هي الكتب كروتار بنقسم عندي الكنسر في الماعدة لنوعين النوع الأول اللي هو الانتستينال ديبوز والفروقات من النوعين نسألت كتير عشان هيك بنا نعرف كل فرق بين الاثنين نبدأ أول شي بقولي الانتستينال كرونيك زمين دا قد يشير الديبوز برضو كرونيك ملوش حالقه بلكرونيك تمام؟ هاي المعلومة مهمة الانتستينال كرونيك زمين دا أولو شور الديبوز إليش كسي يوك طيب المعلومة الثانية بقولي الانتستينال نوعا ما هو عبارة عن ورم لكن جيد يعني ورم مش خبيث جدا مستوى اي دي فرنسي يعني ليس خبيث بشكل كبير طيب نكمل بقولي كوتو دي فرنسي دير هذا سيئ جدا الديبوز من اسمه ديبوز يعني انتشفي كل مكان فيه لدي خصائص في الديبوز مميزة جدا اللي هي الطاشليوزوك بلاقي لو انا حطت تحت الميكروسكوب الورم واجريت عليه بحث هلاقي شكلو زي خاتم بحجر اي قدر ينجين الموتسيونو مهمة في الديبوز حكينا انو بده نعرفها ما نفوتها بقولي ميدا كان سان الماكروسكوب كسنف لاندن الماسة بومان سنف لاندن الماسة بوليبويد ألسارو فيجتان ألسارو انفلارتان ديفوز انفلارتان شو يعني؟ الحين انا عنده هاي سطح المعدة من جوه باطن المعدة أول حاجة البوليبويد حكينا انو براس ألسارو انفلارتان الراس بيبدأ يفتح من النص ألسارو انفلارتان الراس بيكون مفتح وبدأ يجذر لتحت ديفوز انفلارتان الراس بيبدأ يدخل أكتر وينتشر في كل مكان اذا هاي واحد اتنين تلاتة اربعة بقولي هان بوبا تاني ديفوز تيب كارسينوم اللي هو ديفوز انفلارتيف اللي هو علاقة بال ديفوز تيب بقولي العوامل الخطر في الكانسر اول عامل الخطر اللي هو انك تكون صاحب خطر اه الا دا لو في عندك حدف العين الصعب وصرطان المعدة بالذات الكادرين موتاسيونو فالخطر بزيد انك قالت صالنان بلوزيز كولون كانسر اللي هي لينج ساندروم وهاتذ نذكر معنا كتير لقدام هي بارتروفيق غاستورينترابات اللي هي من ترير ساندروم وحكينا عنها فوق هاي الجانتيك فاكتور طب لو العوامل المرتبطة بالشخص نفسه العامل الاول اللي هو لو عندك انت التعام مزمن في المعدة عندك هيبوكلوريد اللي هي كولونيزازيون كولايل اشترير عندنا الاسيد اللي في المعدة يفرز بشكل قليل انت الاستنال متابلازي تحول في انواع خلقية المعدة بارس شار غاستروكتوم لو استصلنا نشوزه من المعدة غاستيك ادينوماس بوليبلر لو انا عندي بوليبلر كتيرة في المعدة حميدة ممكن تكونوا عنصر خطر بارات وزفاجة تحكي انه ينشع عنه الإيدو أدينو كارسينو هيلو باكتور حكي انه بتسبب كانسر بس لاما لو انت زيوت ودهون دشوك سوسيوكو دونوك لو انت عايش تحت خط الفقر هتوكل اي شي هيسبب لك كانسر في المعدة لو انت بتدخم برضو عنصر خطر مدى كارسينو او حوال المسطلة اذا كان تكريك تير فلتّ حيث ادينو كارسينو كارسينو كالير باكتور سوف ممكوزة اترينيوكو لا يستخدام البعاد امام صوف ممكوزة اشتنا اشترين الليو باكتور فلتّ حيث سوسيوكو سوسيوكو او الليو باكتور ممكوزة جنب مكوزيا سنرع توم رادي جنب مكوزيا سنر عمر اصان Renee مينة اكثر بيوك بلشك شاكل ربك نوازتك نوت الكيو كانت سراسي كذلك لأنه مينة اكثر مينة ادتكالي آسل سراسي ننسخ ميتستث اكثر بلغسية ميتستث اكثر تفق نحن نتحدث عن سوبركلاوكولار بشكل كبير شنودو هذا نسأل كثير بشكل كبير شنودو عبارة أنه كانسر في المعدة انتشر للطرقوة اللي هو سوبركلاوكولار طب لو انتشر في البطن بوشلو بسمي كروكينبيرج بالذات عبار كانسر في المعدة انتشر للمبيض بسمي كروكينبيرج ونسأل كثير قبل هيك مرحبا شباب المرة اللي فاتت وقفنا عند القيست أو القاستريك قاسترو انتستنانسترو وانتومولر نوعية القانسر في القيست اللي هي أهم جملة طبعا ممكن نعرفها انسك ماذا انتومولر انسك ميدا دولور هاي أسير التصنسارات قبل هيك قستر ميدا من انسك نون إبيتاليالي يعني استرومالي استرومالي شو يعني؟ اذا بتذكروا الدكولة اللي تبطن الأمعاء هي عبارة عن إبيتاليكو خلايا طبائية من جدار الأمعاء العضلة خلينا نقول والبعض وقصه الأنسجة الأخرى هاي كل هالطبقة بنسميها استرومال استرومال تمام اتفقنا هاي استرومال الغطاء اللي يبطن الأمعاء أو الغلاف الداخري للأمعاء أو لأي عضو في جسم الإنسان بنسميه إبيتال أو إندوتال فبحكي لأن الكانسر اللي بطره أو بينمو من هذه الأماكن بسهل استرومال 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 حكينا هاي المعلومة ونسألت قبل هايك فتوس نيجي يا جماعة الخير للا معلومة تاني مهمة قاعدة الهجرة اللي لن كوكان قدر حط اللي تحديها أكتر من نجمة لأنها بوتنسيال لأي سؤال في الانتحان هاي برضو المعلومة سألت فوق الخمس عشر مرات في الدوص إنه في أنواع الأورام السرطاني الجيست لو أنا عملت تشلشمع أو فحص جيني للموتايشن الموتايشن الموتايشن للاقي جايكت بنسبة 95% طبعا جايكت السي دي تابعه 117 الكارشرك تابعه الموتايات السيطاني المالطوح مالطوح يubernetes في الكون بعد a بين المستهاجين بالع måste من خطـjä رجنه بالعجة إلى المستهاجين على القراض وضع بالمستهاجة ankles إذاً حيث هذا المهم بأن المستهاجه الأمن المستهاجين على مرا عنه على القوة الفولية الأحيان المصادين qui thoughying يحت جدا جدا ل aver عادة تدود بم نح Lloyd كبدا الأحيان المصادينHallen عينâ Wells الانتخار لا يحتوي الأحيان. وإطلاق نصاز الفيديو الأطا whatsف الس PA هذه المثال في حول الت이고 كبير منزول الحون مع دكا الورام التي تداوى بالمضادات الحيوية وهو اللمفومة او الملطومة في المعدة عند مريض معين لو اتطور عنده ورم في المعدة مرتبط بالهليكوباكتر بيلوري يعني الملطومة ممكن ان اعطي مضاد حيوي للبكتيريا هذه هي نوع بكتيريا بمجرد البكتيريا ما تختفي او تتلاشى ومن ثم ان الورام او الورام تراجع مع الوقت اختفى او تقول لك ديستة لنفومة رسقنا ارتران او نعمل ندم بان جهي الكوباكتر لو ديستة لك بس لك هذه المعلومة اعتقد ان الشيء التاني تكون مهم اكتير لكن الكوباكتر لنفومة ممكن هي اهم سبب لو ديستة ممكنسل بشكل انجفك وقلن بارساقل حصاليك هيرشبونك حصاليك معلومة مهمة جدا تتكرر في البدياتري باردو تتكرر لانه مرض وراثي او مرض من الطفولة سببه انسيكريكتومه سببه انسيكريكتومه طيب شو تعريفه بقول لي انه بصير عندي عدم قدرة للمعه على الحركة عدم عصور في الحضم بصير عندي مشاكل في الجهاز الهضمي هذا المرض بسميه هيرشبونك حصالي فهون معرف لي تحديدا هاي الشغلة وقال لي انسيكريكتومه دولور اي كتا انسيك دولور فارساقس باني يبلام بيوبسيدة وقال ليون هجر اللي من نقروا المميسة هاي المعلومة مهمة ونسألت في التوس اكتر من مرة يا جماعة الخير بتمنى انه ما تفوتنا نهائيا وندقيق على المعلومة اشتركوا في القناة